حرية حرية لا أسران الحرية حفو الله فيكم نحن الآن في أمام قضاء الشرطة في رمضان لازمنا متصمين هنا نصرة المتقرين السياسيين 23 إلى بينهم سجدتين واختين إلنا قبل قليل تم إخراج معظم متقرين السياسيين وهنا ربما لفحص طبي أو شيء آخر لما فيهم الأختين هنا يعني عائلة الأسيرة والضحى وأيضا الموجودين معنا قبل قليل استراح والدها الستيني وأيضا أهل الأخ وأسلام أهل الأخراج ودكتورنا الحبيب من قلب الدير وبعض النشطاء نتمنى الحرية لأخوتنا المتقرين السياسيين كانت ليلة صحيحة صعبة وقاسية على الأطفال والنساء لكن هذا أقل واجب تجاه من يدافع عن حرية ثواعزة وكرامتنا أخوتنا وقادتنا ومحرارينا وكوادرنا ونشاطائنا إلا إحنا يعني منعتز فيهم أمثال الأخ أسلام الأخراس والدكتور البرغوثي الذي يعني يعد قامة علمية فلسطينية ترفع له التحايا دوليا وليس فقط فلسطينيا ويحصل على جوائز لفلسطين ويرفع اسم فلسطين للأسف يبيت هذه الليلة في سجون السلطة الفلسطينية ومن أضرب عن الطعام في سجون الاحتلال يضرب الآن عن الطعام في سجون السلطة دعوتي لكل النشاطاء لكل مؤسسات حقوقية لمتابعة محاكمة العرض عن نيابة لإخوة المعتقرين السياسيين وهي الدعوة للسلطة مرة تلوى المرة أطلقوا صراحة المعتقرين السياسيين أنتم تحرضون الناس على أنفسكم والتحية كل التحية والكبولات للمقاومة الغزية البطل الذي رفع لنا الروح المعنوية فبتنا هذه الليلة هنا صحيح بألم الاعتقال السياسي وبأمل هذه المقاومة الباسلة في الغزة